البلاد لم تستغل قوتها الكامنة بعد ويمكن لها تعزيز نتيجها المحلي ليضاهي قوى عالمية وإقليمية مؤثرة هذا ما يرنو إليه الجزائريون فاقتصاد بلادهم يمكن أن يضيف قدرات جديدة لا تنحصر في قطاعي الطاقة والزراعة وزير المالية العزيز فايد يعلنها فالنتج المحلي لأحد أهم أعضاء منظمة أوبك قادر على النمو في السنوات القليلة المقبلة بخمسين في المئة عن مستوياته الراهنة وصولا إلى أربعمائة مليار دولار أي ما يضاهي قيمته الراهنة لدى الدنمارك أو الفلبين البلد الذي تبلغ احتياطاته من العملة الصعبة خمسة وستين مليار دولار مستفيدا من عوائد تصدير النفط والغاز يرى أن لديه الإمكانات اللازمة لاستنهاضهما من قطاعات لم تنل ناصبها من النمو لا سيما الاستثمارية والسياحية والصناعية منها صاحبة ثالث أكبر ناتج محلي في إفريقيا جنت العام الماضي من صادرات الذهب الأسود نحو خمسين مليار دولار بدأت تسير في طريق رقمنة قطاعاتها المختلفة لتطوير مساهمتها الاقتصادية شركة بلدنا القطرية للصناعات الغذائية تشارك في مشروع تبلغ قيمته ثلاثة مليارات ونصف المليار دولار في الجزائر لإنشاء أكبر مصنع في العالم لإنتاج الحليب المجفف ليس الاستثمار الوحيد الكفيل بتنويع مقدرات اقتصاد أكبر الدول العربية مساحة بل إنه يأتي لاحقا ومتزامنا مع أخرى من شأنها تغيير وجه اقتصاد البلد الطامح لعضوية تكتل بريكس الجزائر المطلة على السوقين الأوروبية والإفريقية جذبت علامات تجارية مهمة في صناعة السيارات فبعد شروع ثيات الإيطالية في تشغيل مصنعها في مدينة وهران ينتظر أن تقتفي أثرها شيري وجاك وجيل الصينية وهيونديا الكورية الجنوبية وأوبالي الألمانية وهي تحركات كفيلة بدعم معدل دخل 45 مليون مواطن تحول يشهده اقتصاد الجزائر من شأنه تمكين البلاد من استنفار قدراتها الكامنة ويمكن أن تجعلها مستقبلا صاحبة أكبر ناتج قومي في القارة السمراء